قضية أبعادها أقرب لتهديم واقع التعليم بالعراق هي كثرة انتشار معاهد الدروس الخصوصية مما أثر سلبا على استيعاب الطالب بين دروس خصوصية والتعليم الحكومي ناهيك عن أن أغلب المعاهد غير مجازة بسبب إجراءات الحضر وانتشار الفيروس كورونا أثر سلبا على الواقع التعليم والثربوي على مستوى العراق من ضمن هذه المشاكل انتشار معاهد التدريس الخصوصي المجازة وغير المجازة وزارة التربية في كل عام دراسي في كل سنة دراسية تعمم كتب إلى جميع المدريات العامة للتربية في المحافظات تشير له إلى موضوع التدريس الخصوصي والمعاهد والمدارس غير المجازة إلا أن هذا الموضوع حقيقة لا يمكن السيطر عليه لسبب واحد السبب هو ليس من تخصصات أو اختصاص وزارة التربية موضوع شائك ولا تجد للحل سبيلا فانقسام الدوام لثلاثة أوقات وتغيير المناهج ونقص الأبنية والحالة المادية والصحية تجتمع لتسبب مشكلة كبيرة ضحيتها الطالب والمعلم بنفس الوقت هذا الموضوع متشعب ويدخذ فيه عدة مجالات أولا في المجال الأول اليوم إذا نريد ناقش موضوع التعليم بالعراق فالعراق اليوم أصلا هو خارج جودة التصنيف العالمي اليوم العراق للأسف يعاني من مشاكل حدة في مجال التربية منها تغيير المناهج بصورة مستمرة بدون تخطيط تأخير طباعة الكتب اقتضاد الطلاب بالصف الواحد قد يصل إلى ستين أو سبعين طالب في الصف الواحد أيضا مشاكل نقص الأبنية المدرسية في محافظات العراق بصورة عامة وكربلاء خاصة الطالب يصف معاناته بالمتدهورة ويطالب المعنيين بتوفير مدارس أكثر لاستيعاب أقرانهم الطلبة وتقليل أعداد طلاب الصف الواحد الذي تجاوز ستين طالبا ومن الصعوبة فهم أي مادة بسبب هذا العدد بعض المدارس يوصل عدد طلابها إلى أكثر من سين طالب في الصف الواحد ويشمل مراحل الابتدائية والمتوسطة بهذه الحالة لا يقدر الطالب يفتهم على المدرس لا يقدر المدرس يقدر يوصل فكرة الأكثر عدد من الطلاب بيجي حالة أغلبية الطلاب راح يلتجون علما للتدريس الخصوصي وملكه اللي يقدر يدفع لجور مع التدريس الخصوصي كناس عدا وكناس ما عدا التعليم يتطور بمرور الزمن عكس ما نجده في العراق فكل عام تجد الوزارة تتخبط بزيادة عدد الطلاب ونقص أبنية المدارس ليكون فريسة سهلة للدروس الخصوصية من كربلا جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر